بعد أن أكملوا جميع الإجراءات الخاصة بعودتهم استقبلت مدرسة الهندسة الآلية الكهربائية في موقع التاجي الوجبة الأولى من منتسب وزارة الدفاع العائدين إلى الخدمة العسكرية والبالغ عددهم 467 منتسبا جرى توزيعهم إلى سرايا وفصائل لينالوا منهاجا تدريبيا متكاملا أعدته مديرية التدريب العسكري نحن نزودهم بالتدريب الأساسي الحركات العسكرية وكذلك التدريب على السلاح والتدريبات كعبوية حقا هي دورة مضغوطة راعينا أنه تكون الدورة مضغوطة ويستفاد من عدها الجندي في المعركة مدرسة الهندسة الآلية الكهربائية أكملت جميع الجوانب الإدارية والفنية الخاصة بها إذ جرى توزيع التجهيزات العسكرية بحضور مدير الصنف الذي شدد على الاهتمام بقاعات المنام والمطاعم وتوفير وسائل التبريد من جانبهم المشتركون بالدورة أكدوا على أنهم على أتم الاستعداد للتدريب وخدمة الوطن تحت أي ظرف وباندفاع عال نحن المنتسبين الوجبة الأولى الذي يعيدوا إلى الخدمة واليوم استقبلتنا المدرسة ها أليف كاف وإن شاء الله نكون ملتزمين بالأوامر ونخدم الوطن إن شاء الله كان التركيز أولا على توفير قاعات المنام وتوفير كل الشؤون الإدارية الخاصة للمنتسبين حسب توجيهات المراجع ومن ثم تأمين ساحات العرض الصباحي شهر كامل هي فترة تدريب الوجبة الأولى ينال فيها العائدون إلى الخدمة العسكرية مجموعة من العلوم العسكرية التي تخص التدريب على السلاح والحركات العسكرية واللياقة البدنية فضلا عن الاهتمام بالجانب النفسي للمقاتل سوف يتضمن النهاج اللومي بداية الساعة 700 إلى الساعة 800 التي هي فترة تدريب الصباحية من الساعة 800 إلى الساعة 1000 فترة تدريب العسكرية الأول من الساعة 1000 إلى الساعة 1400 هي الفترة تدريبية الثانية الساعة 1400 إلى الساعة 1500 فترة الغداء من مدرسة الهندسة الآلية الكهربائية محمد موسى إعلام وزارة الدفاع